السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد عنوان حلقتنا هي الأدوية دواء أبو سيتومون فيه تصنيف دواهم مسكن ألم من الفئة الأمراض العصبية هو عبارة عن دواء يعمل على منع تكوين نواق المعينة مسؤولة عن الألم في جهاز العصب المركزي وقطع الإشارات العصبية وأيضا يعمل على مسكن الألم وخافض الحرارة ما هي استخدامات العلاج يستخدم العلاج كمخفف في الألم وخافض حرارة وصداع وألم عطلات والتهاب مفاصل وألم ظهر وأسنان وحتى نزلات البلد موانع استخدامات العلاج فورد في الحساسية وفشل كيلوي أو الكبد أعراض العلاج حمم مع غثيان ألم في المعدة فقد عن شهية خروج في البولداكن اللون براز لون طيني وأيضا يورقان تياطات استخدام العلاج أمراض الكيلة وأمراض الكبد أيضا يشكل خطر على الجنين بنسبة قليلة والإدمان على الكحول كيفية استخدام العلاج يستخدم العلاج مع الطعام وبدون طعام وفق استشارة طبيبية طريقة تناول العلاج أما تكون بأقراس أو شراب أو تحميل عدد جرعات العلاج حسب العمر فعالية العلاج بداية التفاعل يكون من 10 إلى 20 دقيقة ومدة الفعالية تدوم من 4 إلى 6 ساعة والأسماء تجارية المماثلة للعلاج شكرا على المشاهدة كان معكم محمد الخضير من تخصص بيولوجي إلى اللقاء